ادري ايها المشاهد الكريم ان خوفك من الله ينجيك من الشدائد ومن الصعاب اي وربي صل على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله عندما مشى ثلاثة نفر وآواهم المبيت الى غار وانحضرت سخرة من اعلى الجبل فسدت باب الغار فقالوا انه لا ينجينا من هذه اي من هذا الكرب ومن هذا الحبس الا ان ننادي ربنا بصالح اعمالنا العمل الصالح ينجيك من الشدائد ينجيك من الكربات ينجيك من الهموم ينجيك من الاحزان يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله اذا بليت فثق بالله وارضى به ان الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله الله يحدس بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله انه لن ينجينا من هذا الا ان ندعو الله بصالح اعمالنا فقال احدهم اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها كاكثر ما يحب الرجال النساء فاذا بي اراودها عن نفسها فابت علي فاشتد عليها الفقر واشتدت عليها الحاجة وارغمها الزمن ان تأتي عندي وتطلب مني مالا قلت ساعطيك المال على ان تمكنيني من نفسك فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجه ارتعدت وبكت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق اذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب قال فانطفت وقمت وقلت اذهبي واخذي من المال ما شئتي ثم بعد ذلك ناجى ربه فقال اللهم ان كنت فعلت هذا العمل من اجلك وخوفي منك ففرج عن ما نحن فيه فكان من اسباب تفريج هذه الصخرة